فتاة تحمل عاقة بسيطة في يدها اليسرى رفضت الواقع وقررت أن تصبح مهندسة معمارية وكان لها ذلك وهي تدير في الوقت الحالي مؤسسة سهل والتي تعنى بتصميم النماذج الخاصة بذوي العاقة زميلة خودة لغرانيس تسلط الضوء على ما تميزت به هذه الفتاة وتنقل تفاصيلها في سياق التقرير التالي أمنية صغيرة حلمت بها فكبرت معها لتتابر من أجلها رغم صعوباتها فتحدت إعاقتها وسارت بخطا ثابتة نحو تحقيق حلمها الكبير لتصبح مهندسة معمارية لها اسم وبصمة واضحة في عدد من التصاميم الداخلية لعدد من المباني كما حصدت الجوائز التقديرية لقدرتها على الإبداع والتمييز في مجالها النتيجة اللي حبي للهندسة معمارية وأن أنا أبي أكون في هذه التخصص وأن أنا أبي أطلع من هندسة معمارية صحيح أنها فيها جانب منوال أو نقدر نقول جانب يدوي فهذا الشيء ما سبب لي عاق برغم أني عندي عاقة بسيطة في يدي في البداية وجهت في السنوات الأولى وجهت صعوبة في أني أنا أتحكم في الرسم في الأدوات الرسم اليدوية لكن هذا الشيء ما وقفني في أني أنا قدرت أني أتميز وبين الطلبة في أني يكون عندي رسومات مميزة متقنة بالرغم أني عندي عاقة بسيطة لطيفة إعاقتها لم تثنها عن دراسة الهندسة المعمارية فعملت في إحدى المؤسسات وصممت المباني وخططت المرافق وهذا الأمر لفت أنظار الناس لها لما تمتلكه من قدرة على الإبداع والتفنن في تلك المباني ما ولد بداخلها الرغبة في تطويع المباني لتسهيل حركة المعاقم فأطلقت مؤسسة سهل والتي تعنى بتصميم النماذج الخاصة بذوي الإعاقة على اعتبار أنها الأكثر فهما لهذه الفئة اشتغلت في مجال عملي في القطاع الخاص وصممت بعض المشاريع كتصاميم داخلية وكذلك كواجهات تصاميم خارجية بس مع الشغل حبيت أني أنا أتخصص في المجال اللي يتعلق بذوي الإعاقة الحركية لإحساسي بمعاناتهم بحكم أن أنا بهاي التخصص في أني أنا أحل هاي المشكلة خلال مؤسسة سهل اللي تسعى لتسهيل حركتهم فمن خلال هاي المؤسسة اللي حاليا أنا قاعدة أشتغل فيها وتخصص فيها أنجزنا عدد من المشاريع منها جمعية السنابل هاي أنا دورة المياه الموجودة عندهم كان عندهم دورة مياه غير مستخدمة وغير مهيئة فحولناها من دورة مياه غير مهيئة إلى دورة مياه مهيئة ممكن أنهم يستخدمونها هاي أنا أحد المرافق لأحد المطاعم المشهورة في أننا هايئنا المداخل فصار سهل دخول مستخدمين الكراسي المتحركة هذا الحلم الذي تحول إلى واقع ملموس بعد سنوات من الجد والمثابرة متجاهلة كافة الصعوبات التي تواجهها عند ممارسة هذه المهنة لتنضي قدما نحو مستقبل أكثر إشراقا إعاقتها البسيطة أشعلت بداخلها روح التحدي لتكون لها بصمة واضحة في مجال خدمة المعاقين مؤكدة على أن الإعاقة لا تقف حاجزا أمام الفكر والهمة العالية خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين